هذا وتحتفل دولة الكويت الشقيقة بأعيادها في ظل ما تشهده البلاد من قفزات تنموية وإنجازات في مختلف المجالات حيث تمضي قدما نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة آل الصباح الكرام هي دولة عربية تقع في الشرق الأوسط من جنوب غرب القارة الأسيوية وتحديدا في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي إنها دولة الكويت الشقيقة التي اشتاقت اسميتها من تسقير لفظ كوت والذي يعني الحصن أو القلعة وفي عام 1913 تأسست مدينة الكويت وتولى الحكم فيها أسرة آل الصباح الكرام ومنذ تأسيس الكويت امتهن سكانها مهنة القوس والتجارة البحرية بين الهند وشبه الجزيرة العربية الأمر الذي ساعد على تحويل الكويت إلى مركز تجاري هام وميناء رئيس للمنطقة وقد ظلت مهنة القوس العصب الأساس للاقتصاد الكويتي حتى عام 1946 حينما بدأت الحقبة النفطية بتصدير أول شحنة نفط سياسيا تعد الكويت إمارة وراثية يحكمها أمير من ذرية الشيخ مبارك الصباح ونظام الحكم فيها قائم على الدستور وتتميز بنظام البرلماني متمثلا بمجلس الأمة وعاصمتها مدينة الكويت وفي يونيو عام 1961 ألغيت معاهدة الحماية البريطانية وتم إعلان استقلالها أما في نوفمبر عام 1962 أصدر الدستور كما أصدر مرسوم أميري بشأن العالم الكويتي وتم تحديد شكله وألوانه الخاصة وجاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال في انضمامها إلى جامعة الدول العربية وباتت عضوا في الأمم المتحدة وعضوا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها ومنذ فجر الاستقلال حتى اليوم أنجزت الكويت الكثير على طريق النهضة الشاملة سواء على الصعيد السياسة الخارجية أو الداخلية فخطت خطوات مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والعمرانية مع تركيز اهتمامها بشكل كبير على البيئة والحفاظ على التنمية المستدامة والتزامها الثابت تجاه الشراكة العالمية والتضامن الدولي كما سارت بخطا ثابتة نحو النظام العالمي الجديد والشرعية وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعلى مدى الأعوام التي مضت أنجزت الكويت الكثير على طريق النهضة الشاملة بتعاون أبنائها والتفافهم حول القيادة الحكيمة وسط جهود نيرة لتحقيق قد مشرق لأبنائها وهي تزخر بالأمن والاستقرار